الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الصلاة حيّ على الفلاة حيّ على الفلاة حيّ على الفلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الذين آمنوا به وعزَّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وسلِّم تسليماً وأوصيكم يا إخوة الإيمان ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله هي خير وسيلةٍ يتقربُ بها العبدُ بين يد ربه يوم لا ينفعُ مالٌ ولا بنون إلا منَتَ الله بقلبٍ سليم أما بعد قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هو خيرٌ مما يجمعون فالحمدُ لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ الحمدُ لله حمدًا كثيرًا طيبًا مُبارَكًا فيه كما يُرْضِي رَبَّنَا وَيَشَاءَ هنيئًا لكم أيها الجزائريون وهنيئًا للجزائر بافتتاح هذا الصرح العظيم الكبير الذي أذن الله تبارك وتعالى أن يُرفع ويُذكر فيها اسمه وأذن لنا نحن عباده الضعفاء أن نعمُره بإذنه وفضله فالحمدُ لله أولًا وآخراً فبإذن الله شيدَ هذا المسجد وبإذن الله افتُتِحَ هذا المسجدُ الجامع وبإذن الله تُقامُ فيه أولُ شعيرةٍ لصلاة الجمعة فالحمدُ لله على فضله وإذنه بُكرةً وأصيلًا الحمدُ لله الحمدُ لله الحمدُ لله حمدًا كثيرًا أيها الإخوة المؤمنون نُهنِّئُ الجزائر ونُهنِّئُ الجزائريين بهذا الصرح الإسلامي الكبير الذي ينضافُ إلى صُروح العلم والإيمان في رُبوع هذا البلد الطاهر المُجاهِد الطيِّب المُبارَك الصُروح التي ظلَّت صامدةً عبرَ التاريخ تُعَلِّمُ العِلْمَ والإيمان صَمَدَت لتاريخٍ طويل وَلَا زَالَتْ وَظَلَّتْ وَلَطَالَمَا مَدَّتْ أُمَّةَ الْجَزَائِرِ بِالْعُلَمَاءِ بَلْ بِأَفْوَاجٍ وَأَمْدَادٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُصْلِحِينَ وَالْعُظَمَاءِ وَالْمُجَدِّدِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ ينضافُ هذا الصرح إخوة الإيمان ليكون تتويجًا لهذه الصروح التي لا تزال صامدةً إلى اليوم تؤدي دورها على الوجه الذي يرضاه ربُّنا سبحانه وتعالى ليكون تتويجًا ويكون رافدًا ويكون معقلًا آخر من معاقل الإسلام في هذا البلد الطاهر في هذا المحل المبارك الذي تبارك بهذا المسجد وتبارك باسم محمدٍ عليه الصلاة والسلام فسمي بالمحمدية فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر هذا معقلٌ من معاقل الإسلام آخر معقلٌ من معاقل الدين والعلم والإيمان يمُدُّ هذه الأمة في أجيالها اللاحقة بما كانت أجياله السابقة تمُدُّ هذه الأمة بمزيدٍ من الزُّعماء والعُظماء والفُضلاء والفُقهاء والمُجدِّدين قوافل وراء قوافل بإذن الله تبارك وتعالى ويُجدِّد في هذه الأمة ويكون مبعث نهضتها إن شاء الله تعالى وهنيئًا للعالم الإسلامي ولأمة الإسلام بثالث أكبر صرحٍ إسلاميٍ في العالم الإسلامي ينضافُ إلى صروح الدعوة ومنابرها إلى منابر العلم والإيمان التي تتظافرُ جهودُها لأجل نشر رسالة الإسلام السمحة وتدريس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتعليم العالمين رسالته العالمية التي خلَّدَها الله سبحانه وتعالى في كتابه فقالُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وللذبِّ أيضاً عن شريعة هذا النبي عن شريعته وسُنته وأمَّته ضد مطاعٍ الجاهلين كما قال عليه الصلاة والسلام يحملُ هذا العلم من كل خلفٍ عُدولُه ينفونَ عنه تحريف الجاهلين وانتحالَ المُبطِلين وتأويلَ الجاهلين هذه هي رسالة هذا المسجد الدعوةُ إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعِظةِ الحسنة قال سبحانه وتعالى قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ أُدْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ أَحْسَنَ وهنيئًا لكم أيها الإخوةُ المؤمنون يقولنَّ يا عُمَّارَ بَيْتِ اللَّهِ الَّذِينَ أَكْرَمَنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِإِذْنِهِ أَنَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَشْهَدُ أَوَّلَ صَلَاةِ جُمُعَةٍ تُقَامُ في هذا المسجد إنه ليومٌ مشهودٌ إخوةَ الإيمان مشهودٌ في الأرض والسماء فأما في الأرض لأنها أول مرةٍ تشهد معنى الملائكة صلاة الجمعة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الملائكة في هذه الأثناء تتراص بين صفوف المصلين تستمع إلى الذكر كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فتشهد هذه الجمعة وتشهد على أعمال كل إنسانٍ باسمه ترفعها إلى الله تبارك وتعالى وأما في السماء فببشارة القرآن الكريم الذي يبشِّر عمار بيت الله من أمثال وجوهكم الطاهرة يبشِّركم الله تبارك وتعالى في قرآنه بالإيمان ويبشِّركم بنصيبٍ من الاهتداء إنما يعمُر مساجِد الله مَنَامَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَ الزَّكَاةِ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اسمعوا البشارة فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ فالحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر أيها الإخوة المؤمنون كما ترون هذا الصرح المبارك الجامع الكبير وأنتم تتأملون في فنه وجماله ورونقه وإتقان هندسته وروعة فخامته لا ينبغي أن يفوتكم إخوة الإيمان أن هذه الفخامة وهذا الجمال والرونق والدقة في الهندسة إنما شيدت وإنما هويئت لبناء الإنسان الصالح الذي ينبغي أن يضاهي بناؤه الباطن جمال هذا البناء الظاهر هذا المسجد إنما شيد وهذا جهدٌ مشكور ومأجورٌ إن شاء الله تعالى وهو تعظيمٌ لشعائر الله تستحقه هذه المساجد وهي أحقُّ بها وأهلها لا ينبغي أن يفوتكم إخوة الإيمان وأنتم تتأملون روعة هذا الجمال أن مهمة هذا المسجد بناء إنسانٍ صالحٍ ينبغي أن يرتقي إلى كمالات الإسلام لماذا تنظَّف المساجد وتطهَّر لأجل أن ينطبع جمال الظاهر على باطن الإنسان فيسمو الإنسان حين يدخل إلى المسجد يسمو بروحه أن يتطهَّر باطنه أن يُضاهي في جماله وفخامته ورونقه من خلال سموه إلى كمالات الإسلام وفضائله وقيمه يُضاهي هذا الجمال أو يفوقه لا ينبغي أن يفوتنا إخوة الإيمان أنما شُيِّدت المساجد لأجل أن تبني عقل الإنسان وروحه وقلبه أن تبني فكره وعقيدته وسلوكه وأخلاقه ينبغي أن يكون خُلُق المسلم مُضاهيًا لهذا الجمال أو يفوقه ينبغي أن يكون سُمو أخلاق الإنسان وعقيدته واستقامته وانضباطه لا تقلُّ أهميةً ولا نظارةً ولا روعةً ولا رونقًا عن هذا الجمال الذي ينبهر به الناس أيها الإخوة المؤمنون إننا إذ نحمد الله تبارك وتعالى أن منَّ علينا وأذِنَ لنا بإقامة هذه الشعيرة أول شعيرةٍ في هذا المسجد بحمده تبارك وتعالى وفضله لا يفوتنا أن نحمد الله تبارك وتعالى أيضاً أن أذِنَ لنا باستئناف أداء شعائر الجمعة بعد انقطاعٍ دام أكثر من سبعة أشهر وقد هاجَ ذلك ما هاجَ من نفوس الصالحين والمؤمنين وكلكم إن شاء الله صالحون ومؤمنون عزَّ عليهم فراق بيوت الله ها هي سنَّة الله سبحانه وتعالى وقدره يأذنُ لنا أن نستأنف إقامة صلاة الجمعة فلا يفوتنا أن نحمد الله تبارك وتعالى على هذا الإذن العظيم أن أذِنَ لنا سبحانه وتعالى أن نركع بين يديه في ساحات بيوته تحُفُّنا ملائكته وتتنزَّل علينا رحماته ويذكرنا الله في ملاءٍ خيرٍ من هذا الملاء نحمده تبارك وتعالى ولا يفوتنا أيضاً أن نتضرَّع إليه تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء إن هذا لهو البلاء المبين هل تعرفون كيف فسَّل الإمام السُّبكيُّ حين سُئِل عن البلاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أعظمُ البلاء الغفلةُ عن ذكر الله أن تُحرَمَ من ذكر الله تبارك وتعالى فأعظمُ العطاء إذن أن تُمنحَ الفُرصةَ لأن تسجُدَ بين يدي الله تبارك وتعالى في بيتٍ من بيوته فنتضرَّع إلى الله دعاء المُذطر أمَّن يُجيبُ المُذطرَّ إذا دعاه أن يرفع الله تبارك وتعالى عنا هذا الوباء ويقينا جهدًا أو جهد البلاء ويعافينا ويعافي أمَّتنا من كل سوء لازمٌ لهذا الشكر إخوة الإيمان وهذا الحمد وكمال هذا الحمد أن نلتزم بالإجراءات الوقائية إخوة الإيمان وأنا أُسجِّل لإخواني أهل المساجد انضباطهم وتمسُّكهم بهذه الإجراءات طول هذه الفترة التي كانت تُقامُ فيها صلوات الخمس ولكن بعد اشتداد الوباء ينبغي أن يكون أبناء مساجدهم الأئمة والقادة في الانضباط والتمسُّك والتشدُّد في هذه الإجراءات الوقائية إخوة الإيمان هذه من الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى لأجل حفظ أرواحنا وأرواح أحبابنا وأبنائنا وآبات أبائنا أصولًا وفروعًا وحفظ النفس إخوة الإيمان مقصدٌ عظيمٌ من مقاصد شريعة الإسلام يقول سبحانه وتعالى من قتل نفسًا بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا نُعيذُكم جميعًا إخوة الإيمان أن يتسبَّب أيٌّ منا في أذى أخٍ مسلم قريبًا كان أو بعيدًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا أحياها بإقامة هذه الأسباب التي توفِّر أسباب الحياة وتوفِّر أرواح الناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردَّنا إلى بيوته ردًّا جميلاً وأن يتمنَّن علينا بمزيد عطائه بأن يرفع عنا هذا الوباء المهلك الذي جهد الناس منه أشدَّ الجهد ونسأله تبارك وتعالى أن يُبارِك في اجتماعنا هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه تجدوه غفورًا رحيمًا وادعوه يستجِب لكم الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لربوبيته وإرغامًا لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خير من أرسله الله تعالى بالحق إلى كل البشر صلى الله عليه في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإن حب الدنيا إذا استحكم أسر واعلموا أن الله تعالى قد أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه وثنَّى بملائكة قدسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلِّموا تسليما فاللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد اللهم أصلِح لنا ديناً الذي هو عصمة أمرنا وأصلِح اللهم دنياناً التي فيها معاشنا وأصلِح اللهم آخرتنا التي إليها معادنا واجعل اللهم الحياة زيادةً لنا في كل خير واجعل الموت راحةً لنا من كل شر اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين اللهم بارك في اجتماعنا هذا اللهم بارك في جامعنا هذا اللهم بارك في عماره اللهم بارك في زواره اللهم بارك في عماله اللهم بارك في القائمين عليه اللهم اجعله بركةً على بركةٍ يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تسلِّط اللهم علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح بهم شعوبهم ووفِّقهم إلى ما فيه صالح العباد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل اللهم آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم حشرنا يوم القيامة في زمرة خير الأنام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا آمين 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 إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واستقيموا واعتدلوا رحمكم الله ودعوا الله في سجودكم لعلها تكون ساعة الإجابة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفحسبتموا أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إله ناخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة